مواطن مصري مواطن ميلاً طبعا بقاله سنوات خرج من السجن ولكن يعني بعد كلامي معاه عرفت ان كان فيه تضييق عليه في الفترة اللي فاتت طوال العشر سنوات اللي هو بر السجن فيهم اللي فاته ومش قادر ان هو كان يتكلم في الاعلام ولكن الصورة اختلفت اليوم هو ضفنا النهاردة خلينا نتكلم معاه ونعرف حكايته ايه ونعرف هو بيعمل ايه في حياته لانه اذا كان ما حصلش على تكريم فعلى الاقل لازم يكون بيعيش تلوقتي حياة كريمة عايز اعرف هو بيعمل ايه في حياته الاستاذ ايمن محمد حسن الجندي المصري اللي احنا هنتعرف عليه ونقرب منه دلوقتي اهلا بيك استاذ اهلا بيك يا فندم اهلا الله يبارك فيك استاذ ايمن عايز اعرف حكايتك بترجع يعني او نبدأ الحكاية من الاول انت حكايتك بترجع ل1990 شهر 11 تمام حضرتك ايه اللي حصل وقتك هي الحكاية اصلا بترجع قبل كده بفترة بسيطة ب46 يوم في اعقاب احتفال مصر بذكرى انتصار اكتوبر في نقطة جنب مني العلم المصري الحبل بتاع العلم اتقطع دخل جانب الجانب الارض المحتلة اللي هو الكيان الصيوني خده العسكار الاسرائيلي وفي حركة استفزازية مسح بيه جزمته قدام مني فانا شفت كده بلغت الزابط بتاعي انا كنت فرض استطلاع بلغت الزابط بتاعي قلت له العسكار الاسرائيلي مع العلم مصري وعمل كذا كذا فقال لي حاضر احنا نصرف في خلال اربعة ايام عمل وقع غريبة جدا ويعني نقول اساء للعلم المصري اساءة جامدة جدا مع مجندة اسرائيلية فانا في اللحظة دي طبعا قبلها باربعة ايام كنت قلت للزابط بتاعي لما عمل كده قررت في نفسي قلت منش اقول للزابط بتاعي ولكن انا هرد للعلم المصري انا سامع انينو بيصرخ تحت هذا الصهيوني وقلت له كده باللفز طلب تموتك يعجل انت اول مرة شفته بيمسح بيه حزاء وبعد اربعة ايام شفته يعني عمر غير اخلاقي يعني بيحصل بالعلم استنيت الاربعة ايام ان رئيسك في العمل يتصرف ومتصرف قال لي انا نتصرف وبلغ القيادة وكده ولكن ما حصلش اي رد منه لما عمل كده انا قلت له خلاص انت طلب تموتك يعجل وكانت الفكرة ان انا انزل التبة اللي انا عليها انا على تبة ارتفاع 1600 متر انزل درجة او درجتين بحيث ان انا كنت برضو في فريق الرماية طلقة مؤسرة قاتلة ده ردا وجزاء على ما حصل التبة دي كانت فين بزبط اساس ايام في منطقة رأس النقب اسمها وادي سهل الامر تبة السفرة دي تبة كبيرة جدا وقدامه قابل المطار الاسرائيلي اللي هو مطار رأس النقب الاسرائيلي وبعدين وبعدين في خلال تسعة ايام انا بحسب له معادل اجازات بتاعته بيجي امتى ويروح امتى على اساس ان انا انزل التبة واخترق الحدود اكون مسافة قريبة منه حصل مسبحة المسجد الاقصى فقدسية المسجد الاقصى والان لو نزلت الاضرب عسكري لا المسجد الاقصى سنة تسعين فردنا على مسبحة المسجد الاقصى عسكري بعسكري ما يتمفعش القدسية المسجد الاقصى اكبر ولذلك قررت التعديل العملية من مجرد عسكري لهدف اكبر واتقل رد فعل طبيعي لللي بيحصلين على ايد الاسرائيليين والصراع العربي الاسرائيلي وتاريخهم كاملة معنا اسود ما فوهوش ولا نقطة بيضة ربنا اكرمني في خلال ستة واربعين يوم اعدت اخطط واتمرن واتضرب جري ولياقف لوحدك يا اسود ايمان كانت الخطة ولا كنت قلت الحد عليه لا من غير ما حد يعرف لوحدي لانما يعني انا اقول انا لو قلت لأي حد من زميلي ممكن يكشف امري ويكون نتيجتها الفشل ربنا اكرمني ووفقني اعدت اخطط له من ستة واربعين يوم لدرجة ان انا نزلت اجازة ودعت زمايل لي طبعا اللي ما زرتوش رحت زرتو اللي زعلان مني رحت رضيتو اللي له عندي دين رحت سددته له واعتسبت نفس شهيد عند الله انت كنت عامل حسابك انك هتستشهد مفيش عودة اه لان انا هدخل هدرب انا ركزت على الاوتوبيسين اللي هو الاوتوبيس فنين وعساكر واوتوبيس الزباط الاوتوبيسين دول بيحرسهم دوريات اسرائيلية وقوات رد سريع عندهم التحركات العسكرية بالجبات قوية ولكن سبحان الله احنا عندنا ايمان الجند المصري وقلبه اقوى من التجهزات العسكرية الاسرائيلية وازالك ربنا سبحانه وتعالى كلل نجاحك ان انا اقدر اجهز طول الليل زخيرة انا عايزك تقولي اه بالزبط يوم العملية او ليلة العملية الزخيرة جات منين جهزتها ازاي واخترقت او دخلت الحدود ازاي انا اعدت طبعا معد خدمتي ان انا ماسك خدمة من الساعة 10 بالليل لاثنين طبعا يعني هي فيها عملية عسكرية كده انا اجلت معادي الاوتوبيس ووقفت الزمن بالاوتوبيس انا استخدمت نفس فكرة عسافيا جوري في اختراق الحدود الاسرائيلية في ضرب الاوتوبيس اللي هي بداية قوات ونهاية قوات هي عملية حسابية لها طبعا عشان اشرح لها تاخد وقت طويل بس باختصار جدا انا ربنا اكرمني وقدرت الاوصل لنقطة ميتة في تأمين الاوتوبيس داخل الحدود الاسرائيلية 5 كيلو يعني ايه نقطة ميتة يا سيد ايمان يعني دوريات الاسرائيلية دوريتين بيجوا من هنا يأمنوا الطريق ويطلعوا يقفوا وارا وبوابت الامن بيبقى فيه حتة في النصب تسقط يعني فيه حتة هنا ساتر جبل طبيعي اسمها سلسلة جبال الحمرة ده ساتر طبيعي منيع جدا واتبت الصفرة اختراق الوادي ده صعب جدا انهم اي حد متسلل يخترق من الوادي فهم مؤتمدين علينا كمان احنا كنقطة مصرية في تأمين الوادي وعدم اختراق سلسلة جبال الحمرة دي صعب جدا مستحيلة فعملين وقت ان فيه دوريتين بيأمنوا الاوتوبيس وبيمسحوا المكان لغاية لما يطلعوا وراء بوابة الامن علشان يقفوا وراء البوابة اللي بيطلع منها الاوتوبيسات علشان يحجزوا اي مركبات تضم على الفوج بتاع الاوتوبيس الفنيين والاوتوبيس الزباط وبالتالي الدوريات التانية عملا تمسح الطريق وتمشط فهنا الاوتوبيس بيقابل الدورية قدامنا اول نقطة التقاء هنا ستة وخمسة انا رجعت بالزمن لورا ستة وثلاثة هيكونوا هنا ستة واربعة ستة وثلاثة انا هقف بالزمن هنا عند الاوتوبيس ستة وثلاثة هضربه ستة وثلاثة فاذا اول دورية علشان تبدأ تحصل ستة واربعة ستة وخمسة ستة وستة ستة وسبعة انا محتاج في العمل العسكري دقيقتين بس انفرد بالاوتوبيس انت عملت دراسة يعني شاملة على كيفية ستة واربعين يوم ومدروسة يا أستاذ أيمن بص حضرتك هي زي بالزبط لعبة الشترنج انا وحضرتك هنلاحب دور الشترنج في فكري اول حركها العسكري هازنقبل فيه هنا اقول له حضرتك كيش ومات هعملها كل رد فعل ولوه رد فعل انا لو عملت كذا هو هيعمل كذا انا عملت كذا ولكن في حتة ارتجالية انا واخد خط السير مكان الكمين اخترته داخل الحدود الاسرائيلية خمسة كيلو شرق النقطة بتاعتي بتلاتة كيلو ده مجرى السيل هو بالزبط الطريق كده هيبقى بوابة الامن بتفتح له منزل في مطلع في منزل في حتة مستوية في منزل انا واقف له في تلاتة ربع المنزل هنا اول حاجة انا ظهري لجانب الارض المحتلة الاسفلت وش المصر لما يكون هو معد بالاوتوبيس او بالعربية هو مش يعرف اتجاه الطلقة جاي منين فهيسمع صوت الطلقة ما يعرفش اتجاه الطلقة غير لما يشوف اللي ضريبها او استضامها في المكان فلما ييجي يهرب مش هيهرب يروح للجانب المصري هيهرب نحيط الجانب الاسرائيلي فانا واقف له في الطريق هيجيلي هموته برضو هي منها مقفلية ومنها فخ بالنسباله فخ بالنسبالي وبالنسباله طيب ده تخطيط استراتيجي طبعا يعني مدروس جيدا جدا قولي الزخيرة والسلاح حضرتوا ازاي جبتوا منين وقولي بقى لحظة الدخول هي الخطة دي اولا بتدرس الان في اكاديمية التخطيط الحربي يعني جات جملة وقات من ادارة التخطيط الحربي وقعدوا معايا وشرحتها لهم وعملتها لهم على ما كت وخدوها نفزوها في مدرسة السعقة وبعد كده وتتدرس دلوقتي بتتدرس بقالها قد ايه بتتدرس بقالها عشرين سنة من يوم الواقع دي وجاي لي زباط من ادارة السعقة قال لي ابني دي صعبة شوية قلت له يا فندم ده قوله في محبسك بقى اه وانا في فترة السيجنر في بداية التحقيق في الشرطة العسكرية في السويس قلت له يا فندم هي جزئية بسيطة جدا العسكري المصري اللي بيمثل ايمن ده ايمن مصري العسكري اللي بيمثل العسكري الاسرائيلي مصري ولا اسرائيلي قال لي لأ مصري قلت له حط في قلبه ان ربنا سبحانه وتعالى زارع في قلب العسكري الاسرائيلي الخوف والجبن ده الفرق ان المصري ده مقدرش على المصري ده لان العسكري المصري وهم خيروا اجناد الارض وربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام وصبه طيب اعايز عرف الزخيرة الزخيرة انا قعدت طول الليل اجهز في الزخيرة أنا عجزت فيه جزئية كده هي العملية طبعا ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه هو يمدي في عمري أنا يعني قلت يا رب قبلني كشهيد ولكن إرادة ربنا سبحانه وتعالى له حكمة الشيخ الغزالي طبعا ريح قلبي لما جاء حضر المحكمة بتاعتي وكان جاي يقر بمشروعية اللي أنا عملته قال لي هل أنت تعلم الغيب قلت له حاشة لله قال لي مجاز ربنا سبحانه وتعالى مدخرك عنده ورحمته لشيء أكبر وحاجة قلت له الحمد لله الزخيرة أنا قاعد أجاهز طول الليل الزخيرة قضت السلاح ليك أربعة خمسة زمايل اللي قاعدين جوه فأنا عايز أخذ زخيرة وكان الفكري أنا يعني أن أنا أثبتهم عشان أتمكن من أخذ الزخيرة لأن ما ينفعش أنزل بخزنة فيها مثلا تلاتين طلقة فوقفت ورا الباب واتجهت إلى الله قلت له يا رب أنت عارف اللي في سري وعارف أنا عايز أعمل إيه فدي أنا عاجز عنها الجزئية دي بالذات لأن دول زمايلي قاعدين مبارح ناكل عيش وملح مع بعض وحتاخد سلاحهم من غير إذنهم وفي كم من المشاعر طيبة بينهم فصعب أن أنا أرفع السلاح في وشهم وأثبتهم يعني مهما كان العمل فدي جزئية دي سنة فقلت له فكهة من عندك أنت يا رب وفاجأ ربنا سبحانه وتعالى الزبط قاعد ندى على العسكري بتاع الاتصال قال له ما فيش تلفزيون هنا قال له في تلفزيون تلفزيون بتاع أحمد بيع عادل بس موجود في الدولاب قال له نفسخ الدولاب قال له نفسخ الدولاب وراحوا تنجر الشحن إعادة البطاريات شحن البطاريات جابوا بطاريات فتلمت النقطة كلها في مكان واحد في مكان واحد بقى الستاشر عسكري أو العشرين عسكري في مكان في قوضة الزابط والعنبر ده والسلاح ليك والعنبر ده بقى بتوعي أنا أدخل جوه ولكن العسكري الحرس اللي وقف على الباب هو مركز كده على تلفزيون وأنا كده قدام منه الباب مفتوح فبقيت أسحف على بطني هو أمدي إيدي جوه الكراتين وأخذ الخزن وخدت بقى الزخيرة خدت زخيرة أو حصلت على أدخل زخيرة أنا أخذت ربعمائة واحد وعشرين طلقة بمجموع خمستاشر خزنة بربع جربانديات بأيشين أنا نزل أعمل عملية عسكرية وهقابل عشر دوريات مسلحة عليها مدافع الفكرز مدافع الفكرز اللي هي طبعا حضرتك عرفها جمدة جمدة لا مش عرفها قولي أنت في مدفع الفكرز ده هو مدفع ألماني يعني إيه مدفع بشريط بيبقى متحكم موجود دلوقتي أغلبية الشعب المصري عارفوا هو موجود فوق المدرعات الكبيرة اللي بيدرب بيعمل بج 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 كويس فالمهم حصلت على كمية كبيرة جدا من الأسلحة والزخيرة الحمد لله قولي بقى يوم الدخول يعني دخلت ازاي أنا قابل منها ولحظت ما قابلتهم يعني عايزة لحظة العملية أنا قابل منها قاعد براتب نفسي وراسم خط سير إن أنا هنزل التابة دي نزلتها يعني ثلاث مرات بروفا بس كل مرة أنزل لغاية الحدود وراسم خط موازي داخل الحدود المصرية يوازي للطريق بتاعي وكل مرة بنزل أتمرن وإن أنا أنزل حجة الوادي أجيب حشب وأقول المرة الجاية همشي كده بس أتمرن ولذلك كنت بأتمرن يوميا جاري 15 كيلو كنت بخدها جاري المشروع عثمان أحمد عثمان 15 كيلو بحيث كان الجسم طبعا غير ما كانش حد بيرصدك أو أي دورية رصدتك من على الجانب لا ما كان النزول بتاعي في أوقات غير وعمور الدوريات لأن أنا طبعا جبت دفتر الأحوال وعملت له دراسة كاملة الدوريات بتعدي إمتى وموعدها وتحركات طيب الناس دلوقتي متأكد أن هم متشوقين يا أستاذ أيمن يعني كلنا بصراحة عايزين نعرف لحظة الدخول ولحظة العملية نفسها الدخول ده حصل فيه جزئية بسيطة جدا أنا كنت روحت العمي وكان ليه عم رحمة الله علي جند ساقة وعم ليه شهيد في حرب 73 وعم ليه كان في المدفعية الخفيفة فدول من صغري عارفة القصص البطولية والملاحم البطولية بتاعت أبطال حرب أكتوبر دي أنا شاربها يا أستاذ أيمن أنا لو ما سمعتش لحظة الدخول هيحصل لي حاجة أكد أنت كثير أنا لما جيت وصلت ونزلت وطبعا تجهيز طول الليل وبعد صلاة الفجر نزلت وصلت الحدود الإسرائيلية أنا أقول لحضرتك أنا جزئية بحب أتكلم مع نفسي وصلت لغاية السلك فبسأل نفسي سؤال وأقول تعرف يا دي أيمن معنى الخطوة دي إيه روحتها إليه أشهدها إليها الله وأشهدها أن محمد رسول الله أنا قابلها على طول كنت كاتب جواب لوالدي قلت له احتسبني شهيدة عند الله تتبت له كده يا أستاذ أيمن وأنا شرته الجرائد وقتها وصلت لغاية الحدود رجل الشمال ارتعشت فكلمتها قلت له هتثبتي معي أهلا وسهلا مش هتثبتي هقطعك من هنا هتخل من غيرك لأن ما فيش تراجع هدف وهو السقر لكرامة الإنسان العربي المسلم من هؤلاء الصهينة قتل قتلت الأنبياء يعني أنا مش هقدر أقول هم إيه بالنسبة لنا لأنه تاريخهم كله من أول للآخر أسود في حالة السلام وفي حالة الاستسلام اللي احنا كنا فيها تاريخهم كاملة أسود حتى أخيرها اعتجارة المخدرات وا 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 تاريخ طويل دخلت يا أستاذ أيمن نطقت الشهادة ودخلت طبعا أنا راسم لنفسي خط السير مكان كمين دخلت جاري خط السير مكان الكمين بكمن برقض على مكان الكمين أنا منقيه في المنزل بعد مني هنا أنا وقف لهم في تلات تربع المنزل بعد مني بتلاتين متر ملف هيجي الأوتوبيس بسرعته هاضربه المفروض هنا بعد التلاتين متر هيلف هيكون السواء ميت مش هيلف هيتقلب في الوادي هلحقنا التلاتين متر بعدما الأوتوبيس يكون قلب قلبة والتانية أخلص عليهم وده كان التصور الأساسي ده التصور اللي حصل بقى إيه اللي حصل إن ربنا سبحانه وتعالى بعت العربية أول عربية تيوتة ربع نقل تابع الإمداد والتغذية برؤد الجربانديات هنا برفع جسمي كده عشان العربية دي كانت خارجة من بوابة الأمن قبل الأوتوبيس بديدتين أو دقيقة ونص برفع عشان أرفع الجربانديات عشان أتمكن من الرؤود لمحني دماغي صمرة فوق القنر الحديد داس بنزين فارتميت على البندقية طلعت البندقية وبغريزة التوجيه نشنت على وش العربية دفعة دفعة تانية في الباب من تحت دفعة تالتة كملت معاه وأنا بلف استوانة وهو في الخمسة وعشرين متر خلصت الخزنة بغير الخزنة في الخمسة وعشرين متر عربية تانية طلعة جاية عدت الملف وطلعة العربية دي جيب مجهز شفر اتنين جهاز الاتنين جهاز في اللغة العسكرية احنا عارفين ان هي تابع مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي سرعتها تذكرت قول الله تعالى وما رميت از رميت لان انا ملحقت اشانا انطقها ولكن الله رمى تذكرتها وما رميت از رميت ولكن الله رمى ونشنت على وشه دفعة دفعة تانية دفعة في وش العربية على مسافة اربعة متر وقفت طلعت من مكاني في العمل العسكري اسمها وجمه أغارة تطير من خلف العربية لان انا قاعد كده اللي يهاجمني من هنا لغاية هنا انا صيده بالراحة انما اللي يهاجمني من هنا عبل ما لفله كده صعب جدا فانا بجيله من ايه من وراء اللي هي التطير والغارة بخلص بالبندقية وبص طلقة وبوز البندقية في الإزاز طلقتين تأكيد هو ماسك كده الرشاش العوزي وماسك كده اكرة الباب طلقتين تأكيد هنا لفت له بعد ما دته طلقتين تأكيد لقيته عميد في مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي ده بعد كده عرفت ان هو واحد من خمسة في مفاعل دايمونة النومي ربنا اكرمني رجعت مكاني الباص الأولاني بتاع الفنين والعساكر نشنت عليه تذكرت قول الله تعالى وقلته ودخلت السواق في مصطرة متدرجة هو هياخد بقى السيناريو اللي أنا رسمه بس كانت الخطة ان لو الأوتوبيس ده عدى لان هما أوتوبيسين واحد فنين وعساكر وواحد زباط فبينين الأوتوبيسين لو جه الأول الأوتوبيس الفنين والعساكر هيسيبه يعدي علشان ما يشغلنيش وما تشغلش معاه أنا عايز أوتوبيس الزباط بس مع وجود دول ما ينفعش يسيبه يعدي نشنت عليه ضربت عدى بني وبينه مكمل معاه الخزنة قص بعد ما دخلته في مصطرة متدرجة للرماية غيرت الخزنة وطلع من مكاني اديته طلقتين تأكيد بعد ما ترمى قدامه مني على الأرض لا أنا أتفضل كميلي وعايز أعرف راح ضحيتها قد ايه العملية دي العملية بعد كده جي أوتوبيس طبعا الزباط فاهماني بعد أوتوبيس الزباط اشتبكت بقى مع أول أوتوبيس الزباط في حركة وهي استقطاب خصم في نص العملية لأن أنا كنت مكشوف في نص الأسفلت جنب العسكر الإسرائيلي وقصت لقيت الأوتوبيس ظاهر في نص الأسفلت فتصرف سريع أنا لو نطيت الناحية دي أو نطيت الناحية دي هيكتشفوا أمري الأوتوبيس هيرجع ريفيرس الورى هيختفي عني وبعدين ينتشروا مش هقدر عليهم أنا عايزة لأمهم كلهم جوه الأوتوبيس فتظاهرت إن أنا مصاب استخدمت موقع العربية الجيب وموقع الأوتوبيس اللي ميل كده بالعرض إن أنا مصاب وروح تميل إيدي ورى ظهري مخب البندقية في استقامة رجلي وداخل عليهم بعرج فاتطمنوا وقربوا نزلوا المنزل بقت المسافة بيني وبينهم يعني يستسمح لي أن أنا أفرق لون لبسي ولبسهم وروح تهاجم عليهم ضارب اشتبكنا مع فرد الأمن خلصت على نصطفل قدام كله اشتبكت مع سبع زباط اشتبكت طول الاشتباك وخلصت معهم سبع خزن وربنا أكرمني وأنا في حركة التفافية جبت بقى لقط العسكري الإسرائيلي اللي كان أساس الحكاية اللي كان أساس الحكاية كلها وجبته وربنا أكرمني وديته في جسمه الصفة التشريحية بعد كده جاي 16 طلقة منهم 11 طلقة في منطقة القلب لأن المسافة بيني وبينه 3 متر وفوه جئبية من وراء العربية طالع لأن أنا في حركة التفافية وواحد زميله بيسرخ أهو هو خدر رد الفعل بتاعت العربية كده روحت أنا يدوب حطت البندوية في صدر ومفرغ فيه خزنة كاملة يعني أنا عارفة أنه مات في الحكاية دي 21 جندي 21 ما بين جندي وظابط وإصابة 20 وربنا أكرمني وتمكنت من الرجوع منتو مكانش فيه ولا إصابة بالنسبة لك لا أنا كان فيه طلقة واحدة هنا لا سعى واخدها من فرد الأمن الإسرائيلي اللي كان في الأول آه دي كان بعد في أول الأوتوبيس التالت الرابع وبعدين ورجعت تاني على الجالب المصري رجعت بعد محاصرة الدوريات اللي هنا اللي هي بتأمن الأوتوبيس ورا خافوا ييجوا على الأسفلت والللنحية دي جاريوا مني فتخيالي أن أنا أسكاري مصري بجري ورا الأسكر القصريين وهم معهم سلاح وبيجري قدام مني على الأسفلت ولكن كان طلوعي وراهم الدوريات دي تكشفني أكتر فبقيت محاصر شبه حجة اسمها كماشة وأنا في النص هم عايزيني أفلوا علي وأنا بجري بفلة منهم ناحية الجنب المصري أنا كان كل هدفي أن أنا أجري وهيصيبوني وأصاب وأموت على الأرض المصري داخل الحدود المصرية فكان قمة أمالي أن أنا أوصل لداخل الحدود المصرية وهم واستشد داخل الحدود المصرية ووصلت يا أساس أيني ووصلت وكان كل حرصهم ما يجروا علي عشان يقفلوا علي كان ماشا كان حرص ان انا اجري واموت جوة الحدود المصرية هو ده اللي خلاني اخرج بسرعة جامدة جدا من داخل الارض المحتلة يدوب وصلت الحدود المصرية دخلت حوالي 80 متر ظهر الهلوكوبتر الاسرائيلي طارد فيا مسافة بسيطة جدا لغاية اول الوادي هي مسافة حوالي 80 متر لا تتخيالي 80 متر دول انا ما كنتش بجريهم انا كنت حاسس ان انا بقدف برجليك كده بعمل كده انا طاير كم الزخيرة اللي هم ضربوها علي تعدى 980 طلقة وما فيش حاجة منهم ثابتة كيف سيئة والحمد لله هي طلقة واحدة يعني انا كان لواء في دارة التخطيط بيرسم صورة كده بقول له انا بعمل كده وحط حوالي 50 طلقة واعمل كده حط مكان الفراغ 50 طلقة دي عناية الهية ربنا سبحانه وتعالى كويس وبعدين سلمت انا عرف سلمت نفسك بعد كده وصلت برضو بطريقة مال لمشروع عثمان احمد عثمان مهندسين بتوع المشروع وقاموا بعمل جليل وجامل جدا عايز يبني قلت له عايز اوصل للمنطقة المركزية قال لي طب ايه رأيك تروح منطقة جيم قيادة المنطقة قلت له تمام بس انت مسلمتش نفسك لوحدتك للوحدة بتاعتك لا لان الوحدة بتاعتي هدخل جوا الجبل فقالوا لي احسن بدل ما تدخل جوا الجبل ويرجعوا يرجعوك تاني على المنطقة المركزية ما المنطقة المركزية اهيه اقرب تروح عليها علاق القيادة بتاعت المباشرة افضل كويس رحت هناك فاتجعنا للقيادة المباشرة رحت هناك قابلت اول زابط الله يمسي بالخير اسمه محمد المقدم محمد المسيري النقيب محمد المسيري ده شخصية رائعة له كلمات ما زالت في يعني قال لي قلت له انا حسبها ان انا شهيد وميت ميت فقال لي ولنعتبر قلت له سليمان خاطر قبل مني رحمة الله عليه الشهيد سليمان خاطر فقال لي لا اعتبر نفسك يعني ايه شيء والشهيد سليمان خاطر ده كان له ظروف وواقعة ولكن انت خليك معنا واحنا هنحافظ عليك بينينا وانت ساعدنا فكانت توجيهات طبعا وسلمت نفسي بعد كده لقيادة الجيش الثالث كم كبير من الزباط تعاملوا بروعة جمد جدا قبل ما تكمل يا سفة ايمان انا عايزة توقف عند الوقت اللي دخلت فيه للأرض المصرية بعد يعني كل اللي انت شفته ده وكل اللي مريد بيه كان احساسك ايه لا هو احساس رائع انت عارفة مثلا ايه الانسان لم يبقى في الحج عامل ازاي المصري اللي محضرش ميدان التحرير والمصري اللي حضر ميدان التحرير ده فرق في المشاعر بين الاثنين انا يعني عارفة انا كنت بعمل عمل واحتسبه عند الله ان انا شهيد فمش مستني من وراه يعني ما كنتش انا وصلت المكان داخل الحدود المصرية انضرب علي طلقة وهي اسمها الطلقة القاتلة بعد ما اعدت تحت الشجرة اول الوادي لوكوبتر رفعت الناحية التانية العسكر الاسرائيلي رقد على التبة اللي هما الاثنين اللي كانوا بيطاردوا ورايا انا قاعدت هو ضرب طلقة انا بحسب هروح فين انا ما كنتش مخطط اصلا ان انا اوصل للمكان ده اطلع النقطة بتاعتي هندرب من ظهري ادخل الوادي هتحبس اجري كده هطلع فعمل كده بفكر فبرفع دماغي هبص نظرة وداع للنقطة بتاعتي لها منظر جميل جدا فهو ضرب الطلقة هنا انا برفع رأسي كده وهي عاملة كده لمسكت الحتة دي هوا بارد محرك رموش عينية ومعدية خطفة بصري كده معدية وضربة في الحص ومكسراه وبعدين الصوت بتاعه فالحمد لله رب العالمين هو الحامي يعني الحارس طب معلش لانه وقتنا لأسف بينتهي يا سوز ايمان انت سلمت نفسك عايزة بقى سريعا كده نعرف بعد كده ايه اللي حصل انا عارفة انك اتحكمته اول قيادة قابلتني كان اللي هو قائد المنطقة بتاعتنا يعني حصل كلام كتير مفاده انه قال يا ابني انا هبعد اجيب الكاميرا بعد جاب الكاميرا قال لنا هتصور معك صور شخصية الصور دي مش جهة تحقيق ولا حاجة انا يكفيني ان انا اوريها الاولادي وفرجها الاحفادي اقول لهم انا شرفت برئاسة هذا العسكري احنا عندنا كتير زيك كده ايمن قلت له ايوة في كتير وفي عساكر عندهم وطنية وخير اجناد الارض لاجند المصريين خليك معنا سواني يا شهز ايمن لانه فيه مدخلة وفيه اتصال من الضابط اللي كان مكلف بحمايدك اثناء التحيات ولكن هو قبل ما تذكر الاسم معليش هو يعني بيرجو عدم ذكر اسمه لانه لسه في الخدمة هم كتير وانا حبيبين بس انا هعرفه من صوتك تمام بس ما تقول لنا بعد الهوة مش قبل الهوة اتفضل يا فنح مساء الخير يا فنح امسى النور ازاك ايمن الله خليك يا فنح الله يبارك فيك حبيب يا فاكر لما جبتك بالليل الساعة 12 في المكروبس المستقفل بسبب يا حبيب قلبي ما تقولش الاسم هو طالب طبعا طبعا هو حبيبي حبيبي هو قال لك النقيب طالب تمام حيتك بتقول الاسم هو يا فنح لا وهو دلوقتي مش نقيب يعني ده هو باشا دلوقتي يا حبيب قلبي اتفاكر واول مرة في القفص لما قلت السكتير ما جاتلي في انا معليش اعمل عملية كده السكتير ما جاتلي في الطالق اللي جاتلك دي والمحامين نطوا على على القفص ولأ لأ انت ما تصبتش فاكر ايوا ايوا حبيب قلبي افاكر والله فاكر طبعا والدي الله يرحمه ورحمة الله والدتي يقال لي فاكراك والله وفسرتك على طول انت جزء وهم جدا في تاريخ حياتي طبعا انا ايما لما جبتوا بقى حضرتك ايما متأثر اوي يا فنم على فكرة ايما كبير اوي حقيقي وكان انا قلت له حتى هو جاي في المكرباص بعدين انفكيت له كل حاجة قلت له ملأ وبعدين كنت واخت حلويات وبسكوت معي افاكر ايما في المكرباص فاكلت منه وقلت لك انت بالنسبة لي انا ضابط جيش انت بطل بالنسبة لي انا فاكر انت الحديث وبعدين حكيت للقصة دي كلها بربمية واحد وعشرين طلقة تمام وبعدين جبتك هناك بتاعبا وبعدين سألنا احنا طبعا كاقوات مثل ان احنا اتعامل معاملة يعني فوق العادة واسألي ايما حتى اتعامل يعني انا عارفة انه مع تنفيذ القانون انا عارفة انه تنفيذ القانون كان شيء ولكن بتهايلي عايز عارف انتو كان يعني كمسؤولين بالجيش كنتو شايفينه ازاي كنتو شايفينه فعلا هو قام بعمل بطولي لان ده اللي هو كان طالع يعمله بالفعل هو ده كان سؤالي توجه لحقيقي في المحكمة وايما فاكر كان المحامين اللي هم بيدفعوا عن ايما قالوا طب انت ايه رأيك في اللي عاملوا ايما قلترهم مع ان انا مع ان انا المانزلت يعني انا لسه زاني ضابط في الجيش في الخدمة انا شخصية من جوة بقول اللي عاملوا ايما ده عامل بطولي حتى المحكمة نهريها تقافت وهاجت كلنا بنقول كده يا فنان كان امور اوى عن كده حقيقي كان صيح شوية كان جسم حلو اوى ايما وكان تقريبا بيلعب كراتية انا فاكر كان بيقعد يحكي لي قصص وحاجات كان بيعمل تماثيل بالصابون كان فنان يعني كمان او هو بليه كده صورة معايا في البيت انا بشكر حيتك جدا على المداخلة دي حقيقي خليك بقى معانا هم ياخدوا النمرة دلوقتي حالا انا تليفون النهاردة ما نشوف في مصر اليوم في مقال الاساس بلا الفضل في مصر اليوم النهاردة دور وهتلاقي تليفون ايما بشكرك جدا يا فنم انا للأسف الوقت بينتهي او الوقت انتهى الحقيقة انا عايزة كلمة اخيرة منك عايزة اعرف منك يا سوز ايما النهاردة انت بتعمل ايه وبتشتغل ايه لانه خلص انت ان كان هناك كان فيه محكمة وكان فيه يعني طبقا للقانون كان لازم انه يكون فيه تصرف ما او تصرف قانوني معاك انت خدته خلاص بس انت في النهاية بطل برضو انت في النهاية بطل تستحق انك تتكرم تستحق ان انت تكون حياة كويسة النهاردة انا عايزة اعرف لان انا قريت في الحقيقة في المصر اليوم ان انت تعبت قوي الفترة اللي فاتت هو بالضبط الامن كان عنده توجهات التوجهات دي هي قفل جميع منافذ الرزق عني لدرجة بعت ويجيبوا للراجل انا شهادة الجيش كانت رديقة ما فيش شهادة الجيش لمدة اربع سنين الفيش والتشبيه سوابق حاجات جمدة جدا لغاية لما عد السن بتاعي قدرت اغيرها من سنة ونص ان انا اجيب شهادة الجيش حسنة والفيش والتشبيه يطلع سلم ولكن كنت عديت سن التعينات الفترة دي كلها كانوا بيقفلوا منافس باب الرزق قدامي وسايبين لي باب واحد بس هو المفتوح وبيزقوا قدامي ناس معاهم فلوس وعايزين يدينه فلوس وهو اتجارة المخدرات او السرقة كل باب عيش سليم شريف مين اللي كان بيزقك في الاتجاه ده الا من اتجاهات كتيرة بصي حضرتك انا يعني سوري انا توجي ربيا على مدار العشر سنين اللي فاتوا من ساعة ما خرجت من ساعة ما خرجت وناس لمت فلوس ليا في الامارات لدرجة ان في زماي الجم وشافوني قلت له مقادل واقع بتاعي تم المتجرب اسمك تقصد او ناس لم يفلوس على اسمك وانت منتاش معهم ولا اعرف حاجة هو الاول حاجة الاستاذ بلا الفضل هو ده اللي ينشر البرنامج بتاعكم وانا اتوجه برسالة الى كل انسان عربي المسلم تبرع وشارك لي بمبلغ ما عيني ما جاتش في عينه ولا ايدي جات في ايده ان هو يرجع واتصلت على واحد انسان ما وقلت له استاذي انت حضرتك يعني انسان فاضلة بتكلمه بتقول له اي من واقع في ازمة ودخل في مشروع رانب وخسر وواواوا وعليه شيك مهدد بالسجن فنطلب مشاركتك بس ان انت بقى الف جنيه تفك عنه الازمة لفترة شهر قال لها اي من من ثلاث سنين برضو حصل وضع كذا 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 وجات قالتلي يا اي من حصل كذا كذا قلتلها لا ونرجع قالتلي اتصل بي وداتني رقم تليفونه وخلتنا اتصل بي قلتله ارجع بقى اللي انت اديته حصل انا فهم اوزك حصل متجرة باسمك وناس لموا فلوس باسمك وانت ما وصلكش طبعا حاجة الحمد لله بتشتغل ايه النهاردة انا النهاردة بشتغل سباك على ايه دي كده اللي بيطلبني في التليفون بروح اصلح له احنا فيه ايه اللي انت عايزه النهاردة كلمة اخيرة الليك عايزك تطلب اللي انت عايزه لان حقك تطلب اللي انت عايزه بعد اللي انت عملته انا نفسي في حاجة تفضل انا والدة انحج هذه السيدة الرائعة ممكن كلام الزوالطارق ندل تعبت معي تعب رهيب رهيب نفسي انا وينحج بس وشغلانا كريمة بس وشكرا ان شاء الله تاخد مش بس اللي انت طلبه ان شاء الله تاخد اكتر منه كمان كتير انك تتحق يا سيد ايه الحمد لله رب العالمين انت شرفتنا النهاردة الله يخليك وانا سعيدة انا اتعرفته قعدت محد زيك الله يخليك الله يخليك و يعني غير اللي طلبه ايمن وهو يطلب كده واكتر كمان من كده انا متأكدة ان فيه ناس كتير هتكون مستجيبة للطلب ده وناس كتير مش بس مستجيبة هتكون متلهفة ان هي تعمل كده واكتر من كده الايمن لكن انا مبادرة تانية باطلقها من هنا من 90 دقيقة انه يستحق خلص اذا كان القانون بيقول انه هو يتحبس الفترة اللي اتحبسها اهو تحبس وقدل لعليه قانونا بس هو لسه فيه جزء مفروض كان يتعمله ما اخدوش من حق انه يتكرم انا بشكرك جدا يا عين العافية فاني بشكرك ودلوقتي هنروح لفاصل بعد الفاصل 90 دقيقة مستمر اذكركم ان النهاردة ضفنا هو وزير القوى العاملة والهجرة دكتور احمد البوراي لكن بعد الفاصل خليك في احسن حالتك استمعنا